بعد كل هذا اللي شفنا بيجي يسوع المسيح الكامل أي تعليم ممكن انقيسه أمام شخص يسوع المسيح وأتباع المسيح يتبعون المسيح بتقول لي طيب ما في جرائم كتير ارتكبت في اسم مش في اسم المسيح في اسم المسيحية في حروب كتير عارفين قتل مسيحيين يعني أكتر عدد من المسيحيين قتل من مسيحيين لأنه مش على نفس المصار مش على نفس العقيدة في العصور الوسطى فإذن شو موقف المسيح المسيح المؤمن لما بتطلع على التاريخ بقول أنا بدين بستنكر هذه الأمور اللي حدست لكن هذه الأسئلة طبعا الأغلبية وصلت من أحباء المسلمين هل مثلا أنت كمسلم تقول أنا بستنكر اللي عملوا صلاح الدين أو اللي عملوا الممليك أو لما دخل معاوية لسوريا أو عمر بن العاص لمصر شعب إسرائيل دخل في أرض جغرافية محدودة لشعوب وثنية كانت بتمارس الإبحية وتقديم الأطفال ذبائح لآله غريبة لكن الشرق الأوسط كان سلام مسيحية آه يمكن في نزاعات بين الكنيسة الشرقية والغربية لكن مش حروب يعني جاءت على شعوب آمنة بسلام بهدوء يعني مش مثلا ما عندهاش دين أو ما عندهاش عقيدة لا تؤمن بالله تؤمن بالكتب وبتؤمن بشخص المسيح يسوء أي عقل بعد ما جيء المسيح أي تعليم يحرد الناس على القتال ويقول هذا من الله وننسب أنت حر تنسب للكتاب بتاعك للعقيدة أنت فيك تدافع عنها وتحارب عنها كيف تحب بس لكن تنسب تبرر بحسنك تقول عن عقيدة أخرى لا احنا شرحنا بالنسبة للهدف من العهد القديم